كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المصدرين للتوافق حول مقترحات تسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واقتراح أسواق جديدة للتصدير بالتوازي مع مما اتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية وخلال اجتماع لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء أشار مدبولي إلى ما تسهم به زيادة الصادرات من زيادة في حجم الانتاج والتشغيل وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي هذا وشهد الاجتماع تطرق إلى جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة ترجمة نانسي قنقر